الله يا أستاذ يعني عارف حضرتك أنا بحب الشغلانة اللي أنا شغالها دي اللي هي تمثيل أنا افتقدت أن الجرمي سلة بحب شغلانة التمثيل دي هي شغلانة هي شغلانة الحقيقة هي جميلة بس متعبة جداً أشهر طبعاً أتعارف يعني يمكن حتى ما اتعرض السنة دي إسماعيل ياسين لقيت رد فعل الناس إيه ده؟ ده الشغلانة متعبة ده الراجل ده تبهدل وتعب وتلع عين وعلى ما وإنت تبهدلت كمان وتعبت وإنت بتشغل الدور كل الناس أنا فاكر وإنت بتشغل معي أيامية كنت بتعمل بوبوس أي وبالمناسبة بحييك على هذا الدور الجميل ربنا خديك أستاذ كنت عمل الدور جميل جداً في بوبوس ربنا خديك يعني من الأدوار الرائعة اللي أنت عملتها واحترمت الدور أي أو على رأي الأمريكان يقول لك لما يلاقي ممثل اللي عمل الدور كويس قوي يقول لك كان بيعد في الدور بيعد في الدور فإنت الحقيقة عملت دور جميل يعني ربنا خديك يعني يمكن أن الواحد بيتواجد مع نجم كبير زي حضرتك أكيد أي 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 أكيد بيبقى الواحد فعلاً بيعد في الدور اللي هو زي اللعيب الكورة اللي يقول لك إيه ده بيأكل في النجيلة يعني الناس اللي اللعيبة أيوة كلوا النجيلة فحلو التعبير اللي هو بتاع بيعد في الدور بيعد في الدور لكن دايماً الواحد بيفتكر ليه هو ارتبط بشغلانة التمثيل يعني أنا واحد من الناس حصل معايا موقف مع فنان بالصدفة اللي هو حضرتك اللي هو إزاي أنا حبيت الشغلانة دي بجد والله يا أستاذ ده ولد الله يرحمه كان بيأخدنا أنا وإخوتي يعلمكم مرة أنا دخلت كان بيمسي في مسرحية في اسكندرية وفجأة كنت أنا أولاية صديقي كنا موجودين وده رح داخل مسلم علينا وماشي إيه ده أنا ما عرفش مين جاء ولا عرف نفسه ولا أي حاجة الوقت ما سألنا عليه قالوا إنه ده شاب جديد واحد طالع جديد والحمد لله يعني الحمد لله كان عندي خوف عندي خوف بجد يا أستاذ يعني عادل إمام ده بالنسبالي ده حاجة كبيرة جدا ومازلت طبعاً حاجة كبيرة جدا أول مرة والدي خدنا أنا وإخوتي أنا أصغر إخوتي فكنت في سنة أصغر ما ينفعش أروح معهم مسرحة لكن كان هو حابب المسرحة حابب ياخد إخوتي وياخدني وروح نتفرج على مسرحيه فروحنا شفنا شاهد ما شافش حاجة كنا قاعدين في بلكون أما أنت كنت صغار أهم شاهد ما شافش حاجة من الصغير قوي يعني بس بجد والله وأنا خارج يومها أنا حابب الشغلانة دي حابب الوقف على المسرح دي حابب رد فعل الجمهور ده أكيد حضرتك برضو ارتبط حبك للشغلانة من موقف المال بس الفن هو اللي بيختارك مش أنت اللي بتختار الفن أنا أعتقد ذلك بدأ ما عندك موهبة الفن والتمثيل حتلاقي الفن واخدك كده بدون أن تدري طبعا الواحد بيبقى أنا عملي ما فكرت اللي أنا حكون بطل يعني حتى أول بطولة اتعرضت علي خفت دي كان فيلم إيه يا أصليس كان فيلم قبل ما أعمل لأ أنا ما عملتهش الفيلم نفسه ما عملتهش ما عملتهش خفت من البطولة وبعدين كان لقى فيلم نجح كان راجع في حساخن طبعا وكان عملت الفيلم اللي برضو الأولاني مع السيناء ميرفة أمين موثلة كليلة بطاعتها اللي هو كان كان البعض يذهب للمأزول لا لا كان البحث عن فضيحة البحث عن فضيحة فأنا حتى كنت ماشي لقيت شرشيد الإسكندال بقدر بالفرنساو قلت لهم أنا في الشرشيد الإسكندال اللي هو إيه شرشيد يعني البحث عن الفضيحة الفرنساو بتاع السينما مترو فكنت جات لي أدوار بطولة بطولة بقى اللي هو إيه زي شكل سرحان وزي الحاجات دي أنا كنت مرعوب خفت آه الحقيقة يعني لأن إيه مش عايز أبقى أبقى يعني تقليدي يعني لازم في حاجة بعملها غير تقليدي شكل جديد يعني أنا عملت أدوار مثلا يعني أدوار متبينة فلاحي أدوار مختلف دور فلاح 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 من أول للآخر عملت دور مثلا البطل بقدم تنزلات وأنا قدام الناس هيرو طبعا يعني قدام الناس أنا ده حتى لا يطير الدخان أنا البطل حتى لا يطير الدخان قد التنزلات إنه جابي البنت حتى اللي كانت بتحبه وبنتعجبها أعادها في البيت أعادها في البيت وهو عارف اللي ممكن يحصل لما في البيت تمام فكت يعني بس كنت حاطيت شوية نوبل في الشخصية تمام عشان عملت جن آه ده الجن ده حالة كاشة دي كان الجرق عجيبة أساس آه أنا واحد قال لي قال لي إنت إزاي قبلت دور الجن ده يعني مع العلمة كنت مش طالع في مش كوميتي مش طالع كوميتي ومش طالع كتير في الفيلم آه بتقول لأ ده أنا طالع كتير جدا في الفيلم آه عدم وجودي كان وجود في حد ذاته تمام آه تمام فالحقيقة يعني الواحد قبل أدوار يعني آه هقول لك على حاجة آه أنا جاء للمنتج الأستاذ واصف فيس آه وهو ده من الناس اللي عملوا لي أفلام كتير الحقيقة يعني آه فكان خسر كل فلوسه في السنة آه فأجي معاه آخر عشر تلاف جنيه آه جابهم لي آه ساعتها كنت أنا متخالي مع محمد عبدالعزيز المخر المخر لحاجات كده فيلم اختلفنا عليه تمام وأي فيلم يجيلي مكتوب عليه إخراج محمد عبدالعزيز أرفضه آه فجالي واصف فيس قال لي أنا معي سناريو آه بس ده اللي جابهولي محمد عبدالعزيز آه أنا لسه حقا حدهول قلت إيه طم تقرأ أقرأ آه كان اسمه آه آه اللي هو كنت أعزين نشرب شاي سوا بتاع بقول فيه آه نشرب شاي الأول نشرب شاي أيوة حجازك أيوة ما كنت بتتكلم مع أي وحدة قلت لها نشرب شاي اللي هي كانت نورة تمام آه وبعدين آه قلت يا وادئر أنا عجبني الدور وعجبني الفين وكلمني محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز صديقي آه وأكتر مخرج عملتي معاه أفلام كان هو حوالي 18 فن مع الأستاذ محمد عبدالعزيز و قال لي عادل ما تخليسي الناس تشمت فينا و أنا قلت يا واد خليك عاقش واحترم نفسك و حابب الدور فعملت الفيلم الفيلم ده جاب للمنتج فلوس كتير جداً فأي سنيو يجيله كوميدي مش كوميدي بتاع يرقلهم عادل إمامي عادل إمامي ينفع ما ينفعش العادل إمامي حد يبعت المشبوه لعادل إمامي والمشبوه ده راجل مش طبيعي المشبوه ده حتة المشبوه ده يعني مش عادي مش كوميدياني اللي يعمله بزب فكان إخراك سامير السيف اللي بحكي لي بقى سامير السيف قال لي مصر على إنه هو يجيب عادل إمامي قال لي بقيته ضرب دماغي في الحياة عايز يجيب جانس جنات التقليديين المصريين قلت له يا أستاذ ده راجل كوميديان قال لي لغات ما شفت لك صورة كده كانت نصورها الأستاذ عادي المبارس قال لي يمكنني أقدر أطلع منه حاجة ماضي ده العقود والسيدة سعاد حسني عملت الدور قبلت إنها الدور كان شرف كبير إننا شارع مع سعاد حسني طبعا فروحنا اشتغلنا في بورسعيد عادنا 15 يوم نصور في بورسعيد لغاية المنتج المكلمني قال لي أنا هغير المخرج قلت له لو قلت المخرج أنا كمان هتغير كان السبير سيف مخرج العظيم هاي للأسف ما بشفلوش أفلام دلوقتي حتى خلفية كل شد لا ده غريب يعني المهم بعد 15 يوم شغل أو كم يوم شغل قال لي بص عادة كنا عادين أنا هو بعد ما خلصنا التصوير في بورسعيد قال لي أنا مكنتش متصور إنك إنت تعمل الدور ده دلوقتي أنا مش متصور حد غيرك يعمل الدور ده قد إيه أنا فرحت طبعا أنا لغاية دلوقتي أشرف وأنا عاد الإمام لما المخرج يقول لي هايل أو كويس أو تمام ببقى سعيد جدا ببقى سعيد جدا هي شغلانة مرتبطة برد فعل مزبوط فرد الفعل ده يعني من الحاجات ولما المخرج يقول لي ده كويس ده شيء جميب جدا وأنا في حاجة إن أنا مبردات ما بحبش أشوف شغلي على المونتور أه تحب تشوفه على الشاشة أنا في أفلام كتير لا ما بحبش أشوف أفلامي هل تعلم إن أنا ما شفتش مدرسة المشاربين إلا من حوالي 3-4 أشهر؟ لا والله مدرسة المشاربين مدرسة المشاربين اللي هي عملت نقلة مصرح نقلة في الكوميديا طبعا كان كل الكوميديا زمان إما صالون إما مكتب وخلص وخلصتنا تمام إنما الفصل كان نفس أعمله أنا وسعي الصالح وعملنا أنا شفتها من 3 أشهر تقريبا أو 4 أشهر صدفة كده لقيتها ببقى أنا عادت أتحجبك فصلت تمام وإيه بأجة الأباصير إيه بأجة الأباصيره إيه وإلي بيعمله لهم وإيه مرسي الزناتي وسحي الصالح وإيه الوادي بن النازل الله رحمه اللي بقول أبو يا اتحرق وفرحان قوي عشانه وحاجات زي بمناسبت بقى يوني روحت أعمل شابنا شافش حاجة في السودان السودان شعب جميل جدا أنت تقيس حدارة الشعوب بالضحك بالمسارح بالضحك بالفهم بالكنترستار بالبتاع الشعوب حضرتها في السودان من الناس الشعب تضحك قوي يعني ومش أي حد يضحك كويس مضحكتهم لذيذة اه فعملت طول مشاهد مشاهد مشاهدش حاجة وبعدين كنت في مدرسة الخرطوم السنوية كانوا دعيني قالوا لي احنا مشوفناش مدرسة مشاعبين فتاني يوم كان وزير الثقافة عامل لغدا وطولة ما كدش ليه مدرسة مشاعبين قال لي أنا روحت أخدها من وزير الثقافة عندك وقال لي لا ما تاخدهاش دي بتبوز الناشط تخيط يعني شيء غريب يعني قلت طبا أنا حاجب مدرسة مشاعبين روحت نزلت مصر يا سعيد عندك مانع يا سهير عندك مانع كل وافق معا دا أحمد زاكي كان ابتدى يعلى فالله رحمه تعالى على الدور شوية ما مرضاش يجي فجبت لحمود الجن روح للسودان إن حد يضحك علينا كل الدحك على يون الشلب اللي ما بيتجمعش هو بطن الرواية ما فيش المشهد ما فيهوش يون الشلب ما فيش ضحك ولا فيه أي حاجة يعني واخد مالا لما جينا بقى زهقت شوائي من الشهد ما شافش حاجة فقلت لها سمير أستاذ سمير خفاجة ربنا يشفي ربنا يشفي قلت لها سمير ما تيجي نعمل مدرسة مشاعبين فوافقوا جميعا وابتدنا نعرض مدرسة مشاعبين كانت رواية زاعت في التلفزيون بعد ما زاعت بعد ما زاعت فشفت التحدي كمان يعني الناس حفظة الإفهات حفظت كل الإفهات ما بقتش تضحك بقت تقول قبلين أحد أنا ابتديت أغير ورايا سعيدي ابتدأ أغير مين للزناء يوني الشلب ما هي يجمع كل يوم نجيبه واخد هدومه من على شريط الترماي في التسكندرية ونقول له حقك علينا ما تزعلشي طيب عشان خطرنا وتعوى حاجات زيك بس الحقيقة الرواية دي كعمل يتنقلة كبيرة في الكم ثانيا